الزميل عمار ياسر معه التفاصيل أهلا بك عمار أهلا بك ريتا إذن ميليشيات الوفاق المدعومة من التركيا بدأت في حجد مقاتليها وقواتها بالقرب من سرط والجفرة الجيش الوطني الليبي نشر منظومتين دفاع جوي من نوع S-300 وبوك أم وهي منظومات متطورة جدا نشرتها في سرط والجفرة ولتأمين شرق البلاد من أي أهداف جوية إذن ما هي منظومات S-300 وما هو نظام بوك للدفاع الجوي نظام بوك للدفاع الجوي هو نظام جوي متوسط المدى روسي الصنع يبلغ مدى تغطيته الجوية النارية أكثر من 45 كيلو مترا ويمكنه اعتراض الأهداف على ارتفاع 35 كيلو مترا النظام يستطيع حملة 6 صواريخ أرض جو يمكنها التعامل مع الصواريخ الباليستية بالإضافة لصواريخ كروز والقنابل الذكية على علاوة على الطائرات المتطورة والمسيارات أما نظام S-300 الشهير فهو نظام دفاع جوي روسي أيضا بمدى دفاع أوسع ويصل ل250 كيلو مترا أما الارتفاع فيصل لنحو 60 كيلو مترا نظام S-300 يمكنه التعامل مع 24 طائرة أو 16 صاروخا في وقت واحد وبفارق زمني يبلغ ثانية واحدة ونصف الثانية بين كل هدف وآخر منظومتها البوك أم والS-300 تشكلان إضافة نوعية للجيش الوطني الليبي حيث تستطيع المنظومتان العمل ضمن منظومة دفاعية متكاملة أو التنفيذ مهام في نطاق محدد وبصورة مستقلة وبهاتين المنظومتين تنضم إلى ليبيا أو تنضم ليبيا إلى جارتيها الجزائر ومصر حيث تتمتلك الدولتان منظومات دفاع جوي تصنف ضمن الأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط إلي كريتا أشكرك جزيلا شكرا عمر